التصميم والروح دي هاللي خليتك تبقى مهتمة بالإعلام مش بالمدارب حرص مرمى زي ما كان بيعرض عليك حاسر حمدي؟ لا هو ما عرضش عليها أنا روحت له برضا عشان تقصر لا لا ما تروحت له أنا روحت له قال لي اخترقات 18 و 6 طب لأ أنا عايزة بعدين بقولك أنا مليش في التصف تقايتك دي أنا بس الناس ذكرتها ضعيفة رحلات الأهل اللي برا كلها أنا اللي كنت بزاعة يعني كنا بنعمل لقاءات ما كانش في الامكانات دي تطلع معنا كاميرا بتاعت واحد جميل كده فأنا اللي عمل اللقاءات والكلام ده من سنة كام سبعة تمانين تمانية وتمانين والفيديو اللي بتساجل بقى الكواليس وربيل التوبيس العربي وتنزع يعمله صهرة في قناة تانية وأنا المزيع وأنا كل حاجة كان فيه مخرج اسم محمد عبد الظاهر كان عمل برنامج اسمه مزيع لمدة ساعة فأخدني ضيف البرنامج نعم والله يديره الصحة لأستاذ ساد فرغالي ربنا يا رب يديره الصحة فأنا عملت حلقة جميلة جده عرف حلمك تطلع مزيع في التلفزيون فبقيت مزيع بجد فتقمصت الشخصية فكتب قال انتزره ده بعد ما يبطل ده هيبقى مزيع وهو وهو وقتصة شاد سال فرغالي صحفي مدد حقيد الكواليس كتب كده أربعة اصطر بس في الكواليس والكواليس تعرف كلنا بنجري نحجز النتيجة بتاع التده وكواكب يعني كثير رمز يتبقى في الغلاف نحن بنحجزها فيها بقى دي كده فأنا حابب القصة من زمان يعني وعايشها وبعرف أكتب وبعرف أقرأ وبعرف أزاكر وبعرف الناس وبعدين أنا علقت بقى اللي برضو الناس نسياء إن أنا علقت سنة 95 على الأهل والألمونيوم هناك في ناج حمالي أنا جيت لقيت بيقولوا الفرقة فشلوني برى الفرقة خالص فقعت فاضل كان لعبا في النادي الأهلي فلقيت نفسي برى الفرقة خالص طبعا من إيه فجي محمد نصر المخرج قال لي كابتن أنا حزيع أنا حسجر المبرارة الفضائية وما عنديش معلق ما تيجي تعلق فقلت لكابتن سابت قال لي يا عم معلق خلق دي أنا نخلص منك فعلقت فسماعت مع الناس اعتمدت معلق وأنا بلعب سنة 96 علقت على الأهل والإسماعيلي أول مباراة في الإزاعة وأنا كابتن النادي الأهلي بس برضا انت عرف ساعة بتجيرهم جنونة كده في النادي ويقول لك إيه الكبار مش هيلعبوا المطش ده فقلت من عشي من عشي فعلق فاروحت النجوة النجوة بن نجا الله يبركتها وأحمد الليسي ربنا يبركتنا لا يقولش قبل النوم أعلام يعني فادوني المطش ده فو كان معايا الزميل جودة بسيوني فقلت لأنا هادي أنا مش متوتر يعني فقلت له والله العظيم أنا ما متوتر انت كده أنت شاكلك إن قال لي لأ متوتر لك هتزية ولا متوتر ما عابتش لا لا ما عاد فأنا مش متعود فهو كان ساعتها لو تفتكر كان يوم كمان محاولة اختلال الرئيس مبارك في أثيوبيا 94 فهو قاعد يقول الرئيس محمد أنور السادات قال له محمد حسن البارك هو المتوتر وربنا سلم والدنيا عدت على خير فأنا من زمان يعني التصة يعني تدخل نعمت أنك ذكرت سابت اسم سابت البطل كابتن سابت طول الوقت في خصومات شهيرة كده في مراحل في حياتك منهم وأنت كابتن نادي الأهلي وأنت يعني واحد من أسماؤه المهمة جدا وكابتن منتخب مصر سابت البطل يعني عندنا سابت البطل عندنا صالح سليم عندنا كذا اسم كده في عالم الرياضة ليه إيه مرض ده ليش حصومة متأكد والله خط يمعت زلك ما يقرر ما يسلمش عليك طب وانا يعني انت عارف كب سابت ده طبعا ساعة مرضه بقى أنا ما سبتوش مرحزة يعني ويوم قطوبة بنته فأنا خدت بنته في حضن وقعدت أرقص بياه كده في الفرح فالناس ساعتها بقوا مزهولين من الشكل لأن ولد سابت بيموت فيها والعكس صحيح برضو ولدي مع مدام كابتن سابت الله رحمه أنا بس هو الموقف كان مفاجئ ساعتها خلي بالك أنا قلت لك أنا صور إكرامي كتعاندي والصور سابت لا مكانش صور سابت لا سابت ما كانش ساعتها ما كانش نجمه ما كانش شهر سابت كان متأخر شويا بس لما اتمردت مع سابت البطل بقى عرفت قد ده هو حرس مرمى عظيم طب أنا هقول لك على مفاجئة ماتش مصر وجزائر في تصفات كاس العالم اللي كان هنا 11-11-1889 كان سابت مش في المنتخب خالص وأنا اللي كنت في المنتخب أنا بقى ده اللي كنت مش متوتر كنت مرعوب فعايز أكلم حد دي نصايح كلمت كابتن سابت في التليفون بالليل قلت له تنصحني بإيه وقعدنا ربع ساعة قال انت متأكد يا دي انت بتكلمنا بتلوقه طبعا هكلم مين غير سابت البطل يقول لي لأن أنا كنت بشوفه بتعامل مع الموقف الصعب الزي فهو كان حرس عظيم خبير كل ده مجرس نحيط ما اختلف نحيط ليه خصومات مش خصومة خالص هو موقف وساعاتها الناس كنت متعطفة معي إن أنا ببطر برضو خلي بالك سبعة تسعين برضو بعد كي لسه صغير شوية يعني ما عندك الاندفاع وما زال على فكرة يعني لسه متنيل هنتكلم عن المفاعد لسه كثيرة كابتن شوهير يقول إنه كابتن شوهير ما عندوش صدقات دائمة ولا عدوات دائمة عنده مصالح دائمة لا أنا ما عنديش عدوات دائمة لكن عندي صدقات دائمة فعلا انت صديقي من زمان يعني ممكن بالنبعد فترات يعني صحيح وأنت لك اتجاه فأخسل أمين مسلا فأخسل أسر أنا العكس أنا أقول لك أول عكس شو بس لسان طبعا مين هم لحفلوك يا سرد اللهم هم ممسطين فلكن دائما بحافظ جدا على صدقات بحبها جدا بس ما عندش عدوات دائمة مع أي حد أيا كان لأنك أنت دائرة ممكن نبقى بنشوفك في الصور بتحضن وتعانق بمنتال حب وبكرة بتبقوا جدا هصومات وعداوة شديدة فيها جامعة كانوا حبايب نختلف وعشان كده طول الوقت يبقى في حالة الريبة دي في التعامل مع علاقاتك في الوسط الرياضي لا أنا أقولك لا أنا أقولك أقولك حاجة جميلة لطيفة أنت حضرتك في الدستور بتكتب عني مرة كويس ومرة وحش فأنا لازم أقبل دا وقبل دا فممكن في حد ما بيقبلش الوحش بيعملها أخناقة بيعملها معركة أنا بقبل الاتنين يعني أنا مش ممكن أكلمك لما تكتب مثلا عن منافس ليا أنت كاتب علي لي في واحد بيقول الكلام دا واحد يعني يكلمك في التريفون يقولك إزاي ومش إزاي وحدوتة ودوشة وهيس أنا قابل الاتنين جدا فأنا معنديش عدوة دائمة لأنه هختلف معك أقبل الاتنين يا كابتل شميل عشان روحك ودودة ومحتوية والإبرالية والأقبل الاتنين لأنك حعرف أنك ممكن تكون بتدوس في مناطق تصير أعصاب الناس أو في مناطق فيها جدل فيها صخب هقولك حاجة لطيفة جدا أنا مثلا بقبل واحد فلاقيه مكسوف شوية مني فأنا باش عارف مكسوف ليه يقول لي أنت مزعلان فأقول له ليه يقول لي من اللي أنا عملته بتعمل يا كابتل شميل أشتغل لا يعني أقصد لما ناس تحس إنها جرحيتك أو داست في منطقة معينة جواك برضو أنت صارخ جدا في خصوماتك يعني أنت ما بتسكتش في الخصوم لما يبف هو ده برضو من الحاجات اللي بتخلي على مثل استفهام عن الإشارات الحامرة عندك ليه يا كابتل شميل لما بتحب أنطلق في الحب طبعا الناس بيقول له مصلحة فأنا بقول له محب فإن ده مثلا تأيد سمير زاهر يبقى سمير زاهر ده أهم واحد في تكون بعبط وبعدين تقلب على سمير زاهر وأنا بستخدم التعبير اللي بيتقال يعني طيب يبقى سمير زاهر ده أسوأ حد في الكوب بهجوم وهجوم وهجوم متوالي ومتتالي فين خطوط الحامرة فين إشارات الحامرة هنا اللي بتقول لا كن حريصا لا الناس هتسأل كيف كنت صديقا محبا مخلصا داعيا له وزي تحولت إلى كاره له مش هقول لك الإجابات الدبلوماسية لا بقى مش منتظر بينك اجابات دبلوماسية أنا كده زي ما أنت بتقول وده غلط يعني لازم يبقى فيه لمت أو لازم يبقى فيه وسط أو لازم يبقى فيه زكاء في التعامل يعني أنا أنا الموقف هو اللي بيفرض نفسه علي شايفه كويس بقول عليه كويس شايفه وحش بقول عليه وحش و أنا غريب جدا أنا ممكن أبقى أعمل حلقة مهاجمه جدا فيه وطلع أكلمه بعد الحلقة متخارنه حيكلمني كويس فيكلمني وحش أولا جدا بيكلمني وحش ليه فما نتقابع يقول لي أنت مجنون ولا إيه قال له لي يقول لي أنت بتكلمني بعد الحلقة أو أنت ما سكني مقطعني وجابت الفتاة قال له عادي ما هو ده حصل يقول لي قال له طب أنا من أسبوعين كنت آهل عنك كويس وكلام كويس يتزعل فيه أنا كنت متصور إنه زي برة زي لاري كينج زي أوبرا وينفر وزي يعني تجيب الحد وتتكلم وتقول ومراحتك خالص ومش هيعمل مشكلة ده لو أنت علامي بس يا كافر شبير لو أنت مزيع ومقدم البرنامج إنما الحقيقة أنت بتكلم على رئيس اتحاد كورة أنت كنت النائب بتاعه وبعاين كان بينكو تحالف ما هيؤدي لك تبقى نائب بالتعيين فما جيتش فما جيتش في الناس يقول تربط فورا أي حد معايا عددية يجب يربط فده الفكرة اللي بتخلي سؤال عن إيه اللي عايزه شبير إيه اللي وراء اللي طالبه شبير إيه اللي وراء اللي يعرضه شبير هتصدقني حاول جدا لصدق والله ما كان فيه أي اتفاقات بيني وبين سامير هقول لك القصة بممتهى الأمانة يعني بس أنا أخي لا أنا مش مستغرق على التفاقات لا أنا ما كانش فيه اتفاقات بيني وبينه أنا بس زعلت لأنه وعد صحر الهواري وإحمد شاكر قلتلي أخي ما أنا طب ما أنا زيهم يعني متوادي ومعين بعده أسباني قلتلي أنا مش عايزة تعاين أنا قالت له عايزة أفك منوك وبقيت عبتوني واجعتولي قلبي وقلت كلام ده عند المنصح حسن صارع فكرة في مكتبه فما كانش فيه القصة كده بس أنا يعني كعندين أحلام حطناها وأنا اللي كنت بتكلم في الأندية وحنجبلوكوا لبس وحنديكوا فلوس فبقى يكلموني أنا فيني أعمل فلوس قلهم والله مرافت قال ليه ما احنا انتخبنا عشانك مش انت اللي كنت بتجري وانت اللي كنت ماسك البرنامج وأنا اللي بتكلم في كلها ده سبيل الزاهر راح وضمياط وأنت بتكلم مع سبيل الزاهر أو بتكلم مع ممدو عباس أو بتكلم مع محمد بصرح طول الوقت متصدر مشهد الانتخابات طول الوقت داعية مسوق ليهم أو مروج لهم ما ده برضو حاجات تستغرب شوي ومعين انت كمان انت راجل إيماء انت برلماني وإعلامي ما أنا بقولك غلط دلوقتي اكتشفت انه غلط ولا كاللي لازم زيهم زي بعضها ومرتضى منصورة ممدو عباس كمال درويش اسماعيل سليم كلهم ياخدوا حقهم فما يعني غلط من أكبر غلط يعني لو قلت لي ادي النفس الكارتة أحمر اه ادي النفس الكارتة أحمر في دي في دي اه طبعا غلط انك انت في أي انتخابات لازم ترحز لواحد ويبهو ده رقم واحد كنت متصور انه ده برضو الأعلام الأمريكي واشنطن بوست مع جورج بوش بخسف الاخر غلط اه مين كرتح اه طبعا كرتح مر شديد اه مين دول اه لا ما انت عرفهم يعني لا ما تقولش اسماء حتى ما تقولش اسماء بسئول عايز اريحش فهم المحاكم اه معقولك عمل اه لا بجد اه يطرب وناس مهمين عليوا لان كده اه وناس ناس كويسين اه